ألف الصهاريجي المحملة بالنفط الخام مستمرة بالتهريب منذ سنوات برعاية شخصيات وجهات حزبية نافذة فالمواقع السابقة القريبة من حقول الشعابة والرميلة غربي المحافظة لم تعد ترضي أطماع تلك الجهات الأمر الذي جعلها تنتقل إلى شرقي المحافظة باتجاه قضاء الفاو ومن هناك تنطلق الصهاريج تمهيدا لبيعها مستفيدين من ضعف الرقابة شاهدنا نسبة تلوث 85% للمناخ وكذلك بقية المناطق التي تواجد بها الشركات النفطية تمنع دائرة البيئة من زيارة هذه المواقع لحد الآن ملف التهريب تعظم مؤخرا وبات تحديا أمام الحكومة بسبب ما يتكبده العراق يوميا من خسائر جراء تهريب النفط الخام ومشتقاته بالإضافة إلى كون انسكاب النفط في الأراضي المحاذية لشط العرب ترك أثرا بيئيا خطيرا حذر مختصون في جامعة البصرة من تداعيته هناك هجر في الماء العام لا سيما من قبل بعض الجهات ربما متنفذة منها مصادر أمنية أكدت إن المهربين يضعون على الصهاريج المهربة عدادات صادرة عن وزارة النفط ما يجعلها بمنأ من التفتيش على اعتبار إنها صادرة عن جهة رسمية رغم إلقاء القبضي على المتورطين بسرقة النفط الخام في البصرة وضبطهم عدة مرات لكن في كل مرة يطلقوا سراحهم ويعودون لممارسة نشاطهم فنفوذ الجماعات التابعة لأحزاب سياسية معروفة مستمر وأبيع علم وزارة النفط التي يصدر عنها الأوراق والوثائق الرسمية بما يجيز دخول الصهاريج رسميا إلى موانئ التصدير النفطية نجاح العابدي الحرة البصرة ينظر إلينا مباشرة بغداد المحلل الاقتصادي علي نعمة سيد علي أهلا بك متى انت عشت عمليات تهريب النفط؟ أهلا بك ومشاهدي قناة الحرارة حقيقة أنا لا أشاهدت تقريركم لديه ملاحظات فضل الحقيقة حتى نفصل بين عمليات التهريب وبين عمليات السرقة العفو السرقة وبين السهاريج اللي تحدث عنه حتى بتقريركم أنه تتجه باتجاه موانئ بصرة نحن لا أحد يقدر نكره أن هناك سرقات وتجاوز على نبيب تحدث خلال فترة وأخرى ويتم السيطرة عليها أو القبض على السارقين وهؤلاء يقومون بسرقة هذه النفط الخام قد يباع التهريب أو يباع بالداخل لكن السهاريج اللي تحدثت عنها بتقريركم الحقيقة هو هذا مو نفط خام يعني متجه باتجاه الموانئ بشكل رسمي مثل ما تعرفون حضراتكم أنه العراق يصدر منتجات نفطية أيضا مثل النفط الأسود والنفثة وبعض المكثفات المنتجة في البصرة البصرة والمنتجة أيضا في كاركوك هذه المكثفات العراق يبيعها من خلال نقطة في الخليج يعني يصلها في نقطة الخليج ينقلها بالسهاريج إلى الموانئ ثم تنقل بناقلات صغيرة إلى ناقلة فئة VLCC مليون برميل تسع تم تفريغها بهذه الناقلة وتسليمها للمشترين من نقطة في الخليج العربي ضمن الحدود العراقية فبالتالي صهاريج التي شاهدها المواطنين والإعلاميين متجهة إلى الموانئ هي فعلا صهاريج منتجات مصدرة بشكل رسمي ومتعاقد عليها ومتعاقد على نقلها إلى الموانئ ومن ثم إلى الناقلة الموجودة في الخليج العربي وإذا تذكر حضرتك قبل بضعة أسابيع أنه موضوع اللغم والناقلة شاءت تجه هي هذه الناقلة التي تكون بشكل خزان بالخليج العربي سيد علي أنت تقول هذه صهاريج رسمية تصدر بشكل رسمي ومرة تقول أنها مهربة طيب كيف؟ لا أستاذي أنا لا أقول أنت مرة مهربة نعم هناك سراق يتجاوزون على خطوط الأنابيب ويسرقون بفترات هذه فترة أو فترة أخرى ويتم القبض عليهم لكن ما تم في خلال تقريبكم أنه الصهاريج المتجهة بشكل رسمي وعليها عدادات وزارة نفط هذه صهاريج تحمل المنتجات النفطية المصدرة بشكل رسمي مثل ما قلت لك السرقات تظهر بسهولة لأن العداد بين نقطة ونقطة يبين أنه اختلاف فبالتالي تشخص المنطقة وتتحرك القوات الأمنية بيعازم وزارة النفط على هذه المنطقة ويتم السيطرة على السرقات هذه السرقات لا تطول لمدة طويلة لكن صادرات المنتجات هي مستمرة وبشكل يومي دعنا نفس الموضوع صادرات النفط عن موضوع استخراج النفط بطريقة غير شرعية عبر ثقب الأنابيب ما الذي يمنع السلطات لوقف عمليات تهريب النفط وملاحقة المانفيات القائمة على هذه العمليات هذا الموضوع ليس بجديد الموضوع قديم صار لسلوات أستاذ بس شوي أصلح استخراج النفط هو أصلا النفط المستخرج يتم من خلال هذه الأنابيب ضخها إلى موانئ التنزيلة أو ضخها إلى المصافي هذه الأنابيب تمر في مناطق واسعة وبعض منها سحراوية وغير سكونة فبالتالي السراق سواء كانت مافيات أو أي شيء يأخذون أحد نقاط يعني يحددوها على الطريق المار بيها الأنبوب فيقومون بكسرة وسحب بعض النفط وتخزيرها هذه الأمليات إذا حضرت كانت تتابع بين فترة وفترة تعلن وزارة النفط وتعلن وزارة داخلية بأنها تم القبض على السراق في هذه النقطة هذه تبين بسهولة ليش؟ لأن أكون نقاط أكون عدادات من بداية الضخ وعدادات في ناية الضخ فالفارق إذا كان غير طبيعي راح يبين بسهولة أنه أكون خلال هذه المنطقة هذا الجزء من الأنبوب أكون هدر سواء بعض الأحيان يكون كسر بالأنبوب بعض الأحيان يكون سرقة فبالتالي تتحرك الجهات المختصة على المقطع اللي بفارق بالأنبوب ويتم السيطرة إذا كان سرقة أو كسر أو عمل تخريبي على هذا الأنبوب لكن الصادرات هي الصهاريج هي صهاريج رسمية للمنتجات طيب لماذا تتهم الأحزاب بأنها تغطي على عمليات التهريب؟ سيد علي لماذا تتهم إذن الأحزاب بالتغطية على عمليات التهريب؟ برأيك؟ أستاذ العزيز يعني أحنا الحقيقة دائما نتداول بالفيسبوك وفي البقاء وفي الشارع وحتى الإعلام بدأ يتداول كثير من المعلومات نتيجة المشاهدة لصهاريج لمشاهدة لبعض الأخبار تتعرض إلى كسر في الأنبوب سرقة في الأنبوب وبالتالي تهويل هذه الأمور فبالتالي دائما نطلق الاتهامات يعني أنت تنفي مسؤولية الأحزاب عن عمليات التهريب وسيطرتها على تصدير النفط في البصرة؟ أنا أعتقد أنه زارت النفط ومسيطرة بشكل كامل على سيطرة النفط الخام وسيطرة المنتجات عدى عمليات السرقة التي تحدثت لك عنها التي تحدث بين فترة وأخرى من خلال كسر الأنابيب وخلال التي تمر بمناطق واسعة وكبيرة سواء باتجاه المصافي في الوسط والجنوب أو باتجاه المؤانئ التصدير في البصرة فهذه عمليات تكون وقتية ومنسراق بعض الأحيان يعني مافيات سرقة لا أكثر على الأقل قد تكون يعني الأعلام ما نسمع أنه أحزاب لكن كمستمسك رسمي بأنه هذا الحزب وذلك خاصة خلال 10 سنوات الأخيرة ما موجود أي مستمسك رسمي من أنه أي جهة سياسية أخرى لها تطلع بهذا الموضوع شكرا جزيلا مباشرة من بغدان محلل الاقتصادي يا علي نعم شكرا لك سيدي